الصف التاسع الأساسي كتاب التاريخ الوحدة الثالثة الدرس الرابع بعنوان تراث وحضارة تقدمة مبادر الضوء بصوت ماهر عرفات هذا التسجيل يغطي الصفحات من الصفحة السابعة والتسعون وحتى الصفحة مئة وستة التراث الشعبي التراث الشعبي هو الانتماء الاجتماعي والهوية الثقافية لأي أمة وصلة الوصل بين الماضي والحاضر يوسع معرفتنا بعمق أصولنا الحضارية فقر بعنوان أقسام التراث ينقل التراث لأجيال المجتمع المعارف والمهارات المكتسبة من جيل لآخر ينمي لديها الإحساس بالهوية والشعور بالاستمرارية والتنمية المستدامة وحماية هذا التراث يشجع ويغذي تنمية تعدد الثقافات والإبداع يقسم التراث إلى نوعين التراث المادي والتراث غير المادي التراث المادي يضم الجزيئات المادية الموجودة التي تعبر عن الماضي كالحرف الشعبية والرقص الشعبي وأدوات العمل ومختلف المأكولات والزي واللباس الشعبي أما التراث غير المادي يضم التراث المتوارث جيلا عن جيل نقيل عن طريق الحفظ والذاكرة فهو أحد مصادر الإبداع والتنوع الثقافي الذي يعبر عن هوية الشعوب ومنها الأغنية الشعبية الزغاريد التاريخ الأمثال الشعبية الحكايات والفوازير الأساطير الأقوال المأثورة المصطلحات والتعابير فقرة أبني أفكاري السؤال الأول ما أهمية التراث؟ الجواب ينقل التراث لأجيال المجتمع المعارف والمهارات المكتسبة من جيل لآخر كما أنه ينمي لديها الإحساس بالهوية والشعور بالاستمرارية والتنمية المستدامة وحماية هذا التراث يشجع ويغذي تنمية تعدد الثقافات والإبداع السؤال الثاني لماذا يعبر التراث عن هوية الشعوب؟ الجواب لأنه يعبر عن الماضي وينقله من جيل لآخر السؤال الثالث السؤال الثالث اذكر أثرا غير مادي تمتاز به بيئتك المحلية السؤال الرابع بعد عودتك لمصادر التعلم اذكر الأخطار التي تهدد التراث غير المادي فقر بعنوان والوطن العربي كما بحث عن أعالمها بالتراث العربي وعن شعراء العصر العباسي كالمتنبي وبعد جلاء الاحتلال الفرنسي حصل البارودي عام 1947 على الموافقة لتأسيس أول معهد رسمي للموسيقى وتمكن البارودي عن طريق الفنانين المتميزين من تكريس المعهد لإحياء الأعمال التراثية واهتم بإحياء رقص السماح كما عمل على إعادة نشر كتاب الطبيخ لمحمد بن حسن البغدادي عام 1964 فقرة أبن أفكاري السؤال الأول لماذا تم فخر البارودي بالتراث الشعبي؟ الجواب لنقل تراث الأجداد للأبناء السؤال الثاني ما أثر إقامة معهد الموسيقى على المجتمع؟ الجواب ساهم في جميع معارف عديدة عن الموسيقى والموسيقين وأهل الطرب والمطربين في سوريا والوطن العربي السؤال الثالث ما رأيك بإعادة نشر الكتب التراثية؟ الجواب لها دور كبير في التعرف على تراث الأجداد تعد الفنون الحرفية من أنماط الحياة الاجتماعية وأسلوب معايشة الواقع فقد حافظ الحرفيون في سوريا على الصناعات التراثية التي ما زالت مستمرة إلى اليوم بسبب وفرة المواد الأولية محليا والخبرة الحرفية المميزة واليد المتدربة الماهرة والرهافة الفنية والإتقان كصناعة الدامسكو في مدينة دمشق وتطعيم الخشب أو الموزاييك وأول من ابتكر هذه الصناعة جورجي البيطار عندما قام بصنع أول قطعة موزاييك عام 1860 وذلك بجمع قطبان من الخشب الملون طبيعيا ذات مقطع مثلث أو مربع ثم شرحها على شكل الرقائق ولسقها على المصنوعات الخشبية بالغراء الطبيعي أما الصناعة القشية فتعتمد على النسيج النباتي من القمح والشعير وأشور القصب وعيدان الخيزران وسعف النخيل اختصت النساء بصنعها ومن أهم المشغولات القشية أطباق القش السلال، الحصر، المكانس، ومشغولات شعبية مختلفة فقرة أبني أفكاري السؤال الأول ما أهمية استمرار الصناعات التراثية؟ الجواب لأن الفنون الحرفية من أنماط الحياة الاجتماعية وأسلوب معايشة الواقع السؤال الثاني بماذا تصف شخصية جورجي البيطار؟ الجواب مبدع السؤال الثالث اذكر بعض الصناعات التراثية التي تختص بها بيئتك فقرأ بعنوان فن الحياة تعددت أشكال الفنون الشعبية في سوريا لأنها كانت تلبي حاجة للمجتمع إلى اللعب والتسلية أبرز هذه الأشكال صندوق الفرجة والحكواتي وخيال الظل فكان الحكواتي يتصدر المجلس في البيوت أو المقاهي ويروي السير والملاحم الشعبية وسط حماسة المستمعين خيال الظل كان يسمى في مرحلة الاحتلال العثماني في دمشق بخيمة كاركوز وعيواز فالكاركوزاتي يلاعب صورا مصنوعة من الجلد على صفة الإنسان تعرف بالخيالات يقوم بتقليد الشخصيات المختلفة ويروي القصص التقليدية المحببة بصورة تتناسب مع القضايا الاجتماعية السائدة ومجرياتها مما يخلق ترابطا بين الماضي والحاضر المعاش فقرة أبن أفكاري السؤال الأول ما حاجة المجتمع للتسلية والترفيه؟ الجواب لأنه يقوم بتقليد الشخصيات المختلفة ويروي القصص التقليدية المحببة بصورة تتناسب مع القضايا الاجتماعية السائدة ومجرياتها مما يخلق ترابطا بين الماضي والحاضر المعاش السؤال الثاني كيف عبر المجتمع السوري عن ذائقته الفنية؟ الجواب من خلال صندوق الفرجة والحكواتي وخيال الظل السؤال الثالث تحدث عن الحكواتي وخيال الظل الجواب كان الحكواتي يتصدر المجلس في البيوت أو المقاهي ويروي السير والملاحم الشعبية وسط حماسة المستمعين خيال الظل كان يسمى في مرحلة الاحتلال العثماني في دمشق بخيمة كاركوذ وعيواض فالكاركوذاتي يلاعب صورا مصنوعة من الجلد على صفة الإنسان تعرف بالخيالات السؤال الرابع ما نوع الفن الذي تفضل الاهتمام به؟ فقرأ بعنوان صون التراث تنبهت المجتمعات في العصور الحديثة لأهمية تراثها وحمايتهم فتأسست الجمعية السورية لذواقي الطعام عام 2002 وأصبحت عضوا في الأكاديمية الدولية لذواقي الطعام هدفها المحفاظ على تراث المطبخ السوري والمساعدة على تطويره وتحسينه والتعريف به وتشجيع انتشاره ووقعت سوريا على اتفاقية اليونسكو لصون التراث عام 2003 التي أكدت على احترام التراث الثقافي غير المادي التراث الحي وتأمين الممارسة المستمرة له ونظرا لما يعانيه عنصر مسرح خيال الظل من تراجع في أعداد الممارسين وما يهدده من أخطار كدخول التكنولوجيا الحديثة فقد تضافرت جهود المجتمع المحلي مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لصونه ونقله إلى الأجيال المستقبلية فتم إدراجه عام 2018 من قائمة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي السؤال الأول ما التراث الفني الذي تتميز به مدينتك؟ السؤال الثاني ما الهدف من حماية التراث؟ الجواب لتأمين الممارسة المستمرة له وحمايته بما يهدده من أخطار كدخول التكنولوجيا الحديثة السؤال الثالث على ما يدل سعي المجتمع لإدراج غيال الظل على لائحة التراث العالمي؟ الجواب على سعي المجتمع المحلي والجهات الحكومية وغير الحكومية لصونه ونقله إلى الأجيال المستقبلية السؤال الرابع عد إلى مصادر التعلم للصف الثامن وتبين ما شروط وضع مدينة ما على لائحة المدن المبدعة؟ وأي من هذه الشروط تنطبق على مدينتك؟ فقرى بعنوان توثيق الحياة الاجتماعية نظرا لعمق تاريخ سوريا الحضاري وتنوعه الثقافي فقد تعددت المتاحف فيها خاصة في مدينة دمشق التي تضم متحف الشمع والمتحف الزراعي والمتحف التربوي والمتحف الحربي ومتحف الطب والعلوم عند العرب ومتحف الخط العربي ومتحف مدينة دمشق التاريخي ومتحف العقيد عدناني المالكي ومتحف الطوابع والمعدات البريدية عام 2004 داخل مبنى الإدارة المركزية للبريد في دمشق فقرت أبني أفكاري السؤال الأول لماذا يتم حفظ الآثار في المتاحف؟ الجواب لحمايتها من الضياع والصرقة السؤال الثاني ما سبب إقامة متحف خاص بالبريد؟ الجواب لحفظ الطوابع والمعدات البريدية القديمة السؤال الثالث كيف تشجع المحافظة على الآثار؟ الجواب عدم العبث بها أو صرقتها وبيعها وتهريبها السؤال الرابع صف بأسلوبك بما لا يتجاوز الخمسة أسطر مقتنيات متحف منطقتك أو محافظتك أو متحف ذرته سابقا فقرأ بعنوان كنود سورية مستردة الآثار هوية حضارية تعبر عن تاريخ المجتمع لمنطقة ما يمكن أن تتعرض لمخاطر نتيجة لعوامل طبيعية كالزلازل والفيضانات أو بشرية أثناء الأزمات أو السرقة أو الإجار غير الشرعي بها أو تزويرها أو تخريبها وقد تعرضت آثارنا السورية لبعض من هذه المخاطر البشرية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2019 لكن توقيع الجمهورية العربية السورية على اتفاقية عام 1970 واتفاقية عام 1995 لضرورة التصدي للإيجار غير الشرعي بالآثار والعمل على استردادها فكان معرض كنوز سورية مستردة عام 2018 ثمرت جهود مديرية العامة للآثار والمتاحف على مدى السنوات الماضية بالشراكة مع مختلف الجهات والمنظمات المعنية بالتراك الأثري وسواعد أبطال الجيش العربي السوري إضافة إلى دور المنظمات الدولية الرعية للتراث لاسترداد الآثار السورية تضمن قطعاً أثرية تعود للعصور الإسلامية والكلاسيكية وآثار الشرق القديم وآثار ما قبل التاريخ فقرة أبن أفكاري السؤال الأول كيف تساهم الآثار في إعادة كتاب التاريخ؟ الجواب من خلال تذكير الأفراد بتاريخ بلادهم وضرورة المحافظة عليه السؤال الثاني على ما يدل توقيع الجمهورية العربية السورية على معاهدة عام 1970 واتفاقية عام 1995 الجواب على حرص سوريا على حماية الآثار وضرورة التصدي للإجهار غير الشرعي بالآثار والعمل على استردادها السؤال الثالث ماذا ستوصل الأجيال القادمة فيما يخص آثار بلدك؟ الجواب بالمحافظة عليها وعدم التفريط بها السؤال الرابع كيف تقدر آثار بلدك؟ الجواب بالحفاظ عليها السؤال الخامس فسر عد الآثار هوية حضارية الجواب لأنها تمثل ذات المجتمع وتاريخه السؤال الثالث ما أهمية التعاون الدولي في مجال الآثار؟ الجواب الحفاظ عليها من الإجهار غير الشرعي السؤال السابع صمم إعلان تعرف المجتمع على آثار مدينتك أو منطقتك السؤال الثامن يوجد بأرشيفك الشخصي معاهدة وقعت عليها في الصف السابع لحماية التراث بعنوان تراثي جذوري التاريخية نظم مع زملائك جولة سياحية أثرية ليتم من خلالها التوقيع مع حارث التراث الوطني على اتفاقية الجديدة بعنوان آثارنا هويتنا الحضارية نهاية الدرس الرابع أوراق عمل الوحدة الثالثة السؤال الأول ما الدال على أن المجتمع السوري مجتمع حضاري متنوع؟ الجواب بأنه مجتمعا حاضنا ومسكنا آمنا للعديد من القادمين إليه سواء كانوا جماعات استقرت على أرضه أو تجار أو مستكشفين أو زائرين عابرين قدموا إليه من الدول المجاورة ومن قوميات مختلفة السؤال الثاني ما أثر تقديم الخدمات الاجتماعية كمشفى وإدار الأيتام وإطعام الفقراء على المجتمع؟ الجواب تماسك وتكافل أبناء المجتمع فيما بينهم السؤال الثالث بماذا تمثلت الرعاية الاجتماعية؟ الجواب تمثلت الرعاية الاجتماعية بإقامة دور الأيتام والمشافي المجانية ودور العجزة السؤال الرابع قدم إلى سوريا جماعات من دول مجاورة لظروف عدة تصنف هذه الظروف حسب الجدول الآتي الظروف سياسية ظروف اقتصادية ظروف اجتماعية الحروب العمل بالتجارة الفقر والمجاعة أو المرض السؤال الخامس تعرفت في درس المرأة على شخصيات نسائية رائدة ساهمت في نهضة مجتمعاتها وتطوره أي من هذه السيدات تركت أثرا في نفسك؟ الجواب قمر كيلاني لماذا اخترت هذه الشخصية؟ الجواب لدورها العلمي والاجتماعي الكبير ما العلاقة بين ممارسة المرأة لدورها وتطور المجتمع؟ الجواب المجتمع لا يتطور إلا إذا أدت المرأة دورها على أكمل وجه ما الأدلة التي تثبت أن المرأة السورية أخذت دورها بشكل فعال في المجتمع؟ الجواب المشاركة في الحياة العامة بكل النواحد الاجتماعية والسياسية السؤال الثالث يمثل التراث صورة واضحة عن المجتمع العربي السوري بكل مكوناته أجب عن الأسئلة آتية ما الذي يميز التراث المادي عن التراث غير المادي؟ ما الذي يميز التراث الشعبي والأكل؟ والغير المادي مثل الأغاني الشعبية والأمثال؟ ما أهمية إدراج عناصر تراثية ضمن قائمة اليونسكو؟ الجواب لتعريف العالم بالتراث الوطني ومحاربة الإجار غير الشرعي به جيم أعطي مثالا شعبيا تحفظه يتعلق بالمرأة دال على ما يدل تنوع المتاحف وتعددها في سوريا الجواب على عمق تاريخ سوريا وتنوعهم الثقافي السؤال السابع عرف عن الحالقين اختلاطهم بالناس من مختلف الطبقات وإقبالهم على التحدث مع زبائنهم في أمور شتى إذ كانوا يسمعون كثيرا ويروون كثيرا فشكلوا وسيلة إعلامية في وقت انعدمت فيه وسائل نقل الأخبار المعروفة حاليا كشهاب الدين أحمد بن البدير الذي كان حالقا في حي البريد بدمشق المسورة ومكنه وجوده في دكانه من الانفتاح على فن السيرة الشعبية الشفهية والأنماط الأدبية المحكية فهو المكان الذي يلتقون فيه ويتبادلون الأخبار والآراء فألف الحالق دمشقي ابن البدير أحد أكثر المصادر انتشارا حوادث دمشق اليومية الذي غطى السنوات الواقعة بين عامي 1741 و 1762 ألف برأيك ما الذي حفز الحالق ابن البدير على كتابة حوادث دمشق اليومية الجواب الحفاظ على التراث الشعبي من الضياء السؤال الثاني ما مدى مصداقية أقوال وأعاديث للحالق برأيك الجواب ترجع إلى صفات الحالق الذاتية جيم ما النقاط الدالة على أن الحالق كان ناقلا للتراث غير المادي الجواب لأنه شكل وسيلة إعلامية في وقت انعدمت فيه وسائل نقل الأخبار المعروفة حاليا دال ما الأدوار التي مارسها الحالق ابن البدير الجواب الحكاواتي والمؤرخ للتراث الشعبي ها هل الانسجام ضمن المجتمع يؤثر على هوية الفرد الجواب لا بد من الانسجام مع مراعاة خصوصية الثقافة الشعبية لكل بلد واو كيف يقوم الناس في مناطقهم باستخدام نمط معين كاللباس أو الطعام أو العادات للتعبير عن هويته التي هي جزء من الهوية السورية السؤال الثامن أطلقت وزارة السياحة السورية مبادرة أنتمي في عدة مدن بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين ومع الجاليات السورية بالمغترب وتقوم فكرتها على تصميم أيقونات تراثية سياحية بعدة أشكال ذات دلالات تاريخية وتراثية وإنسانية ودينية في طابع سوري من أجل اقتنائها من قبل المغتربين السوريين ويعود ريعها لدعم التراث الإنساني ومقومات السياحة في سوريا وكان لأيقونة أنتمي حضورا مميزا في معرض السياحة العالمية فيتورا عام 2018 الجواب الجواب تساهم في ربط المغتربين بالوطن الأم ما شعورك عندما تعلم بأن بلدك سوريا هو أول من فكر بإنقامة معاهدة سلام سياسية ودبلوماسية وتجارية وثقافية الجواب ما سبب الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن جيم قدمت سوريا للإنسانية كثيرا من الإنجازات الحضارية صممت أيقونة تراثية سورية ذات دلالة تاريخية داد ما سبب اختيارك للسنع تلك الأيقونة التراثية؟ لمن ستقدمها ولماذا؟ نهاية التسجيل ونهاية التسجيل